صباح الخير من جديد وأهلا بكل من انضملنا إلى أولى محطاتنا المنوعة لنتحدث فيها عن قيادات المستقبل القيادات الشابة والتركيز عليهم تحدثنا سابقا عن برنامج وتدريب القيادات الشابة وبالأمس كنا مع فعالية اختتامه نعم 150 طالب استفادت من هذا التدريب الذي نضمت وزارة البرأة بالتعامل مع مؤسسات عديدة كان الهدف منها دور المرأة في صنع القرار وأيضا الجيل الشاب في تأثيره وأيضا إعطاء مركزه ألهام جدا في متابعة كل القضايا وأيضا صنع القرار نتابع هذا الموضوع أكثر مع ضيفتنا في الستوديو ومرحب في الدكتور أمال حمد وزيرة شؤون المرأة سيد صباحك سيد صباحك وصباحك ومشاهدين أهلا فيك معنا دكتورة يعني بعد هذه التجربة مع عشابات المستقبل كيف ممكن أن نقيم هذا البرنامج والتدريب اللي مروا فيه يعني أولا نحن في وزارة المرأة إحدى أهدافنا الاستراتيجية ضمن الخطة العابة القطاعية أنه تمكين الفتيات والشبات والنساء وأهمية مشاركتهم بالحياة العامة ووصولهم لمواقع صنع القرار وهذا بقوم على بعدين أساسيا البعد الأول هو ضمن السياسات والإجراءات والنظم الضابطة والضامنة وجود نساء وتمثيلها في كل هالهيئات القيادية العليا سواء مجالس طلبة أو نقابات أو مجالس بلدية أو مجالس تشريعية وهذا بيأتي من خلال القانون بيقرار نسبة كتب في كل التشريعات والخوانية أو وضع نظم ملوائح داخلية في المؤسسة البعد الثاني هو التمكين التمكين بناء قدرات الفتيات والشبات وبناء القدرات بالتأكيد نحن مجتمع مجتمع فتي بالأساس ومجتمع الفتي 60% من طالبات من الطلاب في الجامعات هم من الفتيات وكمان 60% من الخارجيين وخارجيات هم من الفتيات بتالي مجال انخراطهم بالحياة العامة مجال مفتوح تخرج من الجامعة تذهب تشتغل إما في المؤسسة الرسمية إما في القطاع الخاص إما في أساس المجتمع المدني إما حتى بتاخد دورها بالحياة العامة وبالتالي في مسئولية في إطار تمكينها إذا تم تمكينها وأخذت كافة المهارات المناطفها في بناء شخصيتها ومستوى تأثيرها في المجتمع الفلسطيني بتكون هي قادرة تكون قيادية مؤثرة في صنع القرار في الموقع الذي تكون فيه وبالتالي هذه التجربة نشتغلها مع 14 جامعة 14 جامعة كلية عن مستوى المحافظات الشمالية وهذا برنامج كان برنامج نوعي أحنا أولا متوجه بالشوكة لمزارة التعليم العالي والبحث العلمي ثانيا متوجه بالشوكة للجامعات الأربع 14 اللي حضروا معنا على مستوى عمداء شؤون الطلاب حضروا معنا على مستوى المنصقين كان فيه شراكة جدية وعالية جدا واهتمام بالغ من قبل الجامعات لأنه يعتبروا هذا برنامج برنامج نوعي برنامج النوعي أنه إحنا دربنا 150 بس الآن 150 الأولى رح يأخذوا تي أو تي يعني تدريل مدربين رح ينقلوا مهاراتهم اللي اتدربوها ومن قدراتهم كمان للطالبات الزميلاتهم في داخل الجامعات وبالتالي هذا رح يمكننا من نشر هذه الثقافة ثقافة أولى الوطنية والاجتماعية والسياسية والقضايا وفي أهمية وصولها لصنع القرار لدينا برنامج رح نستكمل كمان في المحافظات الجنوبية لأنه هذا برنامج متكامل هذا الجيل إذا قدرنا نهتم فيه بنعمل التحول التغيير كيف؟ التغيير يكون قائم قائم على هذا الجيل في مستقبل حقيقي بقيادات متمكنة من مهاراتها متمكنة من بعض السياسات والخطط والبرنامج متمكنة من قدرتها على مهارات الاتصال والتواصل وقناعتها وإيمانها بدورها الاجتماعي ودورها السياسي في المجتمع الفلسطيني وهذا كان بوابة جدية حقيقية لهذا العمل نعم نحن نحكي عن 150 طالب استفادوا من هذا التدريب كنت بدي أسأل السؤال المهم هم كيف عبروا عن هذا التدريب كيف لمسوا هذا التأثير المهم جدا وطبعا نتحدث عن جيل شاب اليوم يعيش دور التأثير كبير على مواقع التواصل الشخماعي في العديد من القضايا الوطنية وأيضا القضايا المحلية الداخلية كيف لمستوا أثر هذا التدريب على الطلبة؟ يعني أولا عشانكم واضحين احنا لم نختار 150 طباط لا تم تنزيل الإعلام في داخل الجامعات دخلوا في رش حدواتهم ودخلوا في مصابقة اخترتهم الجامعة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتالي الاختيار لم يكن لا اختيار انتقائي ولا اختيار فردي لا اختيار كان بناء على معايير ومهارات محددة وقابلية ذاتية لدى هؤلاء الفتيات أنهم عندهم قدرة على أن يكونوا شركات في أدوارهم المستقبلين الانتباع غير مسبوق أنا أعتبر أن نفذنا العديد من المرامج مع شرائح مجتمعية واسعة لكن أفضل برنامج نعتبره برنامج ترك أثاره لدى المتدربات والمدربين يمكن هذا البرنامج ترك أثاره لدى الجامعات اللي الآن بتطالب بكيف نوسح هذا البرنامج كيف نشارك أكبر شريحة ممكنة كمان من الشباب يعني ما يظلش مقتصر على الشباب وهذا التوجه الحقيقي من القادمة راح يكون الشراكة بين الشباب والشباب لأن عملية التغيير بدها أطراف المجتمع كلها بدها الشراكة الجدية حقيقية بين هؤلاء بالتالي هذه الفتيات طالبوا بمزيد من التدريب طالبوا بمزيد من الاستمرارية أهم من ذلك أنه نسجوا أكثر من جروب أكثر من مجموعة الجروبات التي نسجوها هي أولا خلقت حالة التواصل بين الجامعات يعني كانت سابقا كل جامعة بتشغل لوحدها بيرزيت لحالها النجاح لحالها بيرزيت لحالها كل الجامعات الخضوري إلى آخرين اليوم لما جلسوا مع بعض هذه الحلقة كانت الغائبة انكسرت صار في تواصل بين طالبات في داخل الجامعات بين العمداء في داخل الجامعات بين المنصقين في داخل الجامعات وبالتالي يشكلوا مجموعات للتواصل الاجتماعي لأهمية تبادل الخبرات لأهمية الاستفادة من المهارات اللي موجودة شريحة وتلقواها إلى شريحة ثانية وهذا كان أحدى المفاصل الأساسي الشغل الثاني في داخل الجامعة نفسها كمان هذور الطالبات بدأوا نقين شؤوا مجموعات متخصصة داخل الجامعة وفكروا كيف عملت الاتساع الاتساع اللي لها علاقة جغرافي وإلها علاقة بطالبات الجامعة لأن الجامعة بتيجي من جامعة متنوعة بتيجي من محافظات مختلفة ومن بعض الثقافات اللي بتختلف في بعض المحددات وبالتالي أصبح هذا فيه انتشار جدي فيه اهتمام بالغ وأنا بقول لك الغريب تعمل تدريب 150 بجو 150 بغيبش حدا يعني يوم ما احنا اخترنا طبعا عملناهم في أحد الفنادق في نابلس في الأول وبعدين في أحد الفنادق ناموا يوميا في نابلس وفي أريحة وبعدين جبناهم على رمالة يعني في أكثر من محطة وأكثر من مكان تعرف على الجغرافي التواصل لحديث الاجتماعي لحديث السياسي البعد الوطني وهذا الوقت الطويل اللي يعني قدوه مع بعض مهم جدا فيه زاوية أخرى بدي أتحدث فيها دكتور أمارو يمكن دائما نتحدث فيها دائما التدريب والخبرة العملية هي مهمة لحتى نكون موجودين في السوق ولكن في ذات الصياط إحنا بحاجة للشيعات وهذا ما ذكرتي في بداية حديثك فيما يخص الكتات بالتالي عملكم وألية العمل والجهود المبذولة في هذا الموضوع لحتى نوازي ما بين الخبرة العملية اللي صارت موجودة عند شباتنا وما بين الفرص أيضا اللي يتمكنهم من دخول هذه الحياة العملية ومراكز صناع القرار وأيضا في ذات الإطار لأي مدى في مسؤولية على الشبات نفسهم لحتى يدخلوا أكثر لحتى يسعوا أكثر لإيجاد هذه الفرصة لتغيير في هذا الموضوع بشكل واضح أولا المسؤولية مشتركة مسؤولية على صان القرار على بيوضع السياسة والخطة والبرنامج المسؤولية على بيشتغل كمان في إطار التدريب والتمكين هل فعلا هي برامجه ووصلت للفئات المستهدفة بشكل حقيقي هل وصلهم والمسؤولية التالتة على الطالبة أو الطالب نفسه أنه هذا الطالبة كيف هي كمانت فاعلت كيف هي كان في عندها صفة الاستمرارية والاستدامة في هاي الصياقات اللي مطلوبة منها بالتالي صارت المسؤولية في ثلاثة اتجاهات إضافة لذلك هي بعض التشريعات اللي متحدث عنها احنا بنحكي عن تشريعات بنحكي عن قوانين التشريعات والقوانين اللي بنحكي عنها هي كمان بتطلب منها كلها كيف نفكر كيف نحط النساء عشان هيك احنا بنحكي عن نسبة الكوتا اللي يمكن القانون الانتخابات العامة بسطة 26% اللي تم إقراره واللي كنا بنتأمل نصلها 30% استجامة مقرار المجلس الوطني والمجلس المركزي لمنظمة التحريف الاصطينية نحكي عن الانتخابات المحلية القادمة والانتخابات المحلية القادمة أنا بقول لك شغلة احنا يمكن نصار فيه نقاش مطولا على مناطق الأولى اللي هي مناطق قصية انه نسبة النساء هي 20% كيف ممكن نزيدها إلى 30% ويمكن لأنه احنا ذاهبين تجاه القانون واتجاه سرعة الانتخابات وعشان نعمل تعديم القانون يحتاج إلى وقت احنا رح نذهب تجاه مناطق ألف وبال رح تكون نسبة اللي هي المناطق الكبيرة اللي بتشكل 70% من عدد السكان رح تكون نسبة النساء فيها 30% ونضغط تكون الكوتا موجودة حاضرة عشان تتمكن النساء عشان تعطي فرص للنساء وانا بقول احنا لما بنسقل هذا البرنامج تحديدا في المناطق اللي هي مناطق سين المناطق اللي عدد سكانها قليل جدا هذا بيعطي فرصة انه هي تبرز ذاتها تبرز دورها تبحث عن دورها الحقيقي في اطار العمل هذا مش بس فائدة مجالس الطالباء في الجماعات مجالس الطالباء في الجماعات يعني انا بلاحظ شغلة بعض الطالبات اللي بيكونوا في مجالس الطالباء لما بيخرجوا من الحياة الجامعية بروحوا للحياة العملية بيتركوا دورهم السياسي بيتركوا دورهم الاجتماعي وبينخرطوا في دورهم دور الاسرة ودور الوظيفة هلأ الدور الوظيفة مهم ومفصل لانه فيه حياة كريمة لانه انت تعلمت دورك باسرة بناء الاسرة احنا مفتخر بدورنا في داخل الاسرة لكن هذا لا يغني ان قلنا دور حقيقي واساسي بالحياة العامة مش اليوم انا عوضوا في مجلس الطالبات بكرة ما بروح مليش علاقة لا بالسياسي ولا لعلاقة بدور الاجتماعي ولا لعلاقة بدور السياسي لا هذا التراكم وكيف نعمل التراكم كيف تحافظي كشابة وفتاة جامعية كقائدة مجتمعية مستقبلية كيف تصير قائدة القائدة فيش هبة فيش حدا بديكي هذه القضية هبة تفضل يصير قائدة مجتمعية لا بخلق بيئة بيئة تشجعية حقيقية البيئة تشجعية لعلاقة بالقانون والنظم واللوايح والإجراءات بمكنك في كثير من القضايا ثقافيا وقتصاديا ومجتمعيا لكن كمان انت كشابة مطلوب تبحث عن ذاتك تبحث عن دورك تفكري وين انت رايحة لما نحكي عن نقابات النقابات الموجودة عندنا تحدات تحدات الشعبية زي نقابات المعلمين المحامين المهندسين الأطباء إلى آخرين لما تحكي عن نخب الاجتماعية النخب الاجتماعية كمان بنفس الصياق مطلوب احنا ان نكون موجودين بمجالس الإدارة مطلوبا نكون موجودين بالاتحادات على مستوى الأمانات العامة و هذا كان جزء اهام جدا مجالس الإدارية إلى أفعام يعني انه استمرارية هؤلاء الطلبة أو هؤلاء الطالبات بموضوع انه هم يطبقوا كل ما تدربوا بين الطلبة وهذا ما حنكمله شكلين وجودك معنا احنا جملة اخير احنا دورنا بس نعمل تحفيز نوفر المادة نوفر البيئة نعمل تحفيز و نعطي توجيهات و رح نكون على هذا يقول له رح نكون على تواصل دائما وهذا وعدنا احنا جزء من الجروبات التي تم إنشاءها أنه نكون في متابعة في تواصل حقيقي و في عمل دقوب لإيماننا بدور هذا الجيل في إطار التغيير و دور القيادة مهم جدا نتمنى أن الرسالة تكون وصلت لعلنا حفزنا السيدات في هذا الصباح يسعد صباحك صباح المشاهدين يسعد صباح أسران الأبطال في سجون الاحتلال نتمنى لزكريا الزبيدي و لزملاء الصحة و العافية و السلام و الأمان أن أعرف عمف الاحتلال و قهر و ظلم و ممارس الإجراءات القمعية ضدهم لكن نحن بالرهن على صمودهم و صبرهم أخواننا لخارج السجون اللي حرروا حالهم نتمنى لهم السلامة و أنهم حفظوا حالهم تحيي لأسراتنا و أسراننا في سجون الاحتلال كل شكر لألك دكتور أمرال حمال